نظم المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط اجتماعا بمناسبة الاحتفال بيوم التواطية الصحية الشاملة وقد تركزت المناقشات على تحديد الصنة بين الرعاية الصحية الأولية والأولويات الإقليمية للاسترشاد بها في إعداد خارطة طريق لتنفيذ أهم ركائز الاستراتيجية والتشغيلية المبينة في الإطار التشغيلي للرعاية الصحية الأولية منظمة الصحة العالمية لديها تواجد عالمي في أكثر من 150 دولة على مستوى العالم ولديها مكاتب قطرية تقدم من خلالها الدعم الفني لوزارات الصحة بصفة يومية كما أن منظمة الصحة العالمية حضور وتواجد في أكثر الأماكن صعوبة مثل أفغانستان والصومال وأوكرانيا وفي معظم دول العالم خلال هذه المؤتمر الصحفي لقد نوها دكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمكتب الشرق الأوسط لمنظمة الصحة العالمية بأهمية عمل الشركاء معا بأهمية العمل عبر القطاعات نحو تغطية صحية شاملة كما نوها أيضا المدير الإقليمي إلى أهمية ودور العمل مع الرعاية وتقوية الرعاية الصحية الأولية وقد أيضا أشاد بالنظم الصحية التي تسعى نحو تغطية صحية شاملة أهم التوصيات ستكون هي الدول كلها عندنا نحنا ب2018 التزمت بمعاهدة أستانا يلي لهي التغطية الصحية الشاملة وكمان نحنا كمنطقة الأقليم شرق المتوسط كان فيه إعلان صلالة بمسكا بعمان كمان الدول التزمت بقى نحنا منتأمل بعد هذا الاجتماع هذا الأسبوع أنه يكون فيه التزام بالتطبيق بالسير كدما لتطبيق كل هذه التوصيات